طلال للشيخ نضم إلينا طلال للشيخ إذن هو معنا على الهاتف سألت طلال للشيخ عنه سهلا ألا وسهلا أخي الله حييك حييك حكي ويوفق الكرام حيك الله طلبت حق المداخلة في حق الرد سألت طبعا أشرف بهذه المداخلة الله أحفظك أولا أنا ما سمعت شيء وجاني استفال منكم فما نعارف وش اللي داية آآ طيب أجل الشباب أحرص مني يسعدني أكون متواجد معك طيب وإحنا برضو يشرفنا ولكن الشباب طلع أحرص مني فيبدو أنه ذكروك بأنه اسمك فعلا ظهر في هذه يعني في هذه الحلقة اليوم أنت شايف الأوضاع اللي قاعدة تصير تحديدا في حديث السيد سلمان القريني أمس في الملعب وما عقبه من أحداث وكان الحديث أيضا في الحلقة عن لجنة الإعلامية قال سلمان جابري أنها لا تجتمع أنها لا تتحرك كثيرا يعني نبغى أن أخذ رأيك في البداية فيما قال سلمان القريني وإن كان للاتحاد موقف من ذلك وأيضا ما هو دور اللجنة الإعلامية في الفترة الحالية والتي عضاءها ليس راضين عنها وأنت ترأسها ما أعتقد أنه عضاءها ذير راضين عنها أنا لأطلاق أعتقد أنه في عمل كبير شلال هذه الفترة عمل اللجنة الإعلامية يعني ما قيم أنا ولكن الناس تحكم عليه المتابعين يواجد الرد التوضيح كل ما يخص اتحاد كرة القدم هناك أيضا مجلات ستصدر هناك مجلة دورية ستصدر قنيبا أعتقد أنه العمل هو عمل تكاملي وتواصل للعمل اللي قاموا فيه من سببونا ولكن أصبحنا أنك في البترة هذه متواصلين أكثر بحكم قرضي من الاتحاد وفي قرارات رئيس والأمين العام وقريب أكثر من القرارات جميل وكم يتحدث رسمي الآن أيضا كم يتحدث نعم جميل بالنسبة للأعضاء اللجنة عندك طلال كم عددهم في البداية؟ والله يشوف اللجنة حتى الآن يعني ننتظر أقرارها يعني عشان ننطلق بشكل قوي ننتظر أقرار أعضاء اللجنة من مجلس الإداءة لكن العظام عندنا الأخ سليمان عندنا أستاذ نبيه سعادي عندنا حسين الشريف عندنا لياضي السلم عندنا مقرر الأخ علي الزحراني نعم طب هذالي أربعة تقريبا عدد مقرر مع الرئيس إيه إيه وسليمان الجابري هو معنا الآن في الحلقة والرجل ليس بيراضي عن الأداء بالعكس ويعتقد أنه أداء يعني ليس في المستوى بل أنها سماها ولدت وهي ميتة ولا زالت ميتة ويعني وهو أحد عضاءها والله شوف يا أخي كل أخي لأنك أنت قلت لقربه شوي أنه لا ما أعتقد أنه هذا رأي عضاءها لا هذا رأيهم متحدثهم معنا هنا طبعا والله والله أنا أحترم الأخ سليمان والصديق عزيز ويعلمنا لسه في بداية أعملنا وأعتقد أنه رأيه هذا من باب الغيرة على أنه تفعل بصورة أكبر ويكون له تواجد بصورة أكبر ولكن إن كان يرى أنه ما قدمت شيئا يعني ما في شيء يجبر أحد على استمرار في عمل لا يرغبه ولكن أنا أكد أنه هو من خبرات الميزة اللي ينطبطين نتفك منها بشكل كبير رايح الاجتماع الرسمي عطب الاجتماع واحد مع العلم أنه نظاما يجب أن لا نجتمع حتى أقرار اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة يعني أقوم بالأعمال في زورة أعمال ومساعدة السمال حتى يتم أقرارها من مجلس الإدارة لكن رغم كده اجتمعنا ويعني قمنا ببعض الأشياء في البداية لكن هذا رأيه أحترم جدا وأعزيزه له الحرية بقوة رأيه له الحرية في استمراريته من عدن طيب بالنسبة للجنة ورئيس اللجنة في رأسال اللجان أو من سبقك تحديدا لم يكن يحضر في اجتماع الاتحاد السعودي أنت قبل أيضا أن تكون متحديث رسمي كنت تحضر في هذا الاجتماع يعني رحيح ليش كان طرال الشيخ يحضر ومن يدعو لهذا الاجتماع ويعني هل من الواجب حضور رئيس الاجتماع الإعلامية لا ليس من الواجب أنا أقول لك ليش أولا النظام ينص على أنه من حق رئيس الاتحاد دعوت من يراه للاجتماع إذا كان هناك أهمية أو شيء يتعلق فيه أو قد يفيد الاجتماع هذا حسب النظام واللاحة الأساسية ومن هذا المنطلق كان حرص رئيس الاتحاد والأمين العام أنا حضوري لأنني أحكم متحدث أطلع أتحدث أقيم مؤتمر صحفي عن مجلس دارة فأنا يمكن أقيم مؤتمر وأنا حضرت أدق التفاصيل وشاركت فيها في مجلس دارة فهذا هو بكل بساطة سليمان كان نذكر مداخلة مع الأستاذ طلال نعم محمد أنا ذكرت حقيقة ما زلت عند كلامي أنها ولدت ميتة نعم ميتة وأنا أشدت حقيقة في الأخ طلال في الأستاذ طلال على الشيخ وقلت أنه طلال جاء في وقت متأخر وقت متأخر في عمل اللجرة الإعلامية كل التقدير والإحترام هذا قلت معنا في الحلقة؟ نعم قلت لا لا قلت وأكد عليها بعد شوف يا محمد محترامي للجميع كل من ذكرتهم بالأسماء لهم كل التقدير والإجلال والإحترام لكن أنا أتكلم على عمل الأستاذ طلال الشيخ لا أحد يشكي في قدراته ومكانته لكن الوقت الذي جاء فيه الأستاذ طلال جاء متأخر جدا وهو يسمعني الآن وكان الحقيقة كان فيه اجتماع وكانت فيه محاولات لكن الوقت كان متأخر جدا ليس كان انتباعك عن الاجتماع لعقدته وسليمان بأمانه أقوله والله مش عشان طلال كان معانا لكن أقسم بالله العظيم من أفضل الاجتماعات محترامي للبقية كلها والله العظيم مش عشانه موجود معانا الآن لكن أرجع وأقول لك أنه الأستاذ طلال الشيخ جاء في وقت متأخر جدا وهذا مش غلطه هو على فكرة هذا غلط المنظومة نفسها إذا هذا الرضا موجود سليمان كان مفترض على الأقل أن تكون الروح أكبر من كنت لقيتك جدا حزين وزعلان على مسألة اللجنة الإعلامية وعدم الاجتماعات التي تصير وهذه التفاصيل وقلت إلى الآن محمد لذلك نسألنا استطراف الموضوع محمد محمد اسمحني بس لحظة الاتحاد كم باقي له يا محمد باقي له 9 شهور أقل كمان يمكن 8 أو 7 شهور طيب أنا أتكلم على فترة سابقة ثلاثة سنوات واللجنة الإعلامية محترام الشديد لا حس ولا خبر طيب وضع وضع سليمان بالنسبة لك طلال كنت سألتك في بداية أيضا عن موقف الاتحاد السعودي في حديث الأستاذ القريني البارحة في الملعب أول شيء أنه الأخ العزيز مال قريني هو من الشخصية الرياضية وعضو مجدر في اتحاد السعودي لكل التقدير والاحترام هو أبدأ وجهة نظره ولكن يعني إضاحا يعني يمكن فاتح بعض النقاط أو ما كانت واضحة بشكل دقيق ما حصل في الاجتماع اللي ذكره أنه هذا الاجتماع كان سبق بسبوع التقاء الرئيس العام في رأساء الأندية وتموا نقشة عدد من المواضيع معهم وطلب اللقاء بعضات اتحاد كرة القدم أنا اليوم اصطلعت على المحظر كاملا اللي حدث المحظر فيه أنه لقاء سمو الأمير عبدالله بمساعد الاجتماع طال من الساعة 10 إلى الساعة 1 فقريبا فذهبوا للصلاة ولقاء الأمير خلال لقاء الأمير طرح عليهم عدد من المواضيع اللي نقشها مع رأساء الأندية من ضمن هذه موضوع بيون الأندية وكان نقاش ودي بشكل كامل يهدف للمصلحة العامة ومصلحة كرة القدم بشكل خاص بعد العودة من الاجتماع في بند ما يستجد من أعمال بعض الأعضاء أدخلوا على الاجتماع بعض وليس كل ما طرحوا الأمير عبدالله أو تناقشوا فيه بعض الأمور من ضمنها موضوع ديون الأندية رأوا أنه موضوع مهم وأن الأمير طرحوا من حرصه على وضع الأندية وضميهم للمحضر الأخ سلمان كان الوحيد من بين الأعضاء والثانية من أعضاء تحفظ كرة القدم كانوا 18 عضوان الوحيد اللي كتب تحفظ عن توقيعه للمحضر أما البقية كلهم هم من اختاروا إضافته لما يستجد من أعمال وهم من أقروا فلذلك أنا أعتقد الأمر عادي جدا والأخ سلمان يعبر عن رأي بحرية وهذا دلعاء ديمقراطية وأكد أن اتحاد كرة القدم يمكن كل التقدير والاحترام لسمو الأمير عبدالله بمساعد ويحظى باستقلالية كاملة من منطلقة من النظام الأساسي للاتحاد وجمعية العمومية ليحميها الفيفا واضح طرح كان يصدر بيان ليش مصدر؟ ما كان فيه يصدر بيان أكيد هذا الموضوع تم تداولة علامية لكن ما في أي مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي قال أنه يصدر بيان أبداً يعني اليوم مصدر في أي نقاش في مسألة أن الاتحاد السعودي سيصدر بيان بينكم في الاتحاد كان فيه نقاش على موضوع القريني أكيد أنه كان فيه نقاش على موضوع القريني اليوم ودام فيه نقاش ما فكرته في الرب وطلعت ببيان لا لا كان فيه تفكير في عدد من الأمور كيف نتعامل مع مصدر هل يستحق صدار بيان أم التوضيح فقط فارتعينا في النهاية وإذا حد زي منتم حد أن يطرح السؤال فأنا جاهز كمتحدث ألامي لإضاحة الحقائق فقط لكن بيان ما كتب لا 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 يوجد بيان كانت أحد الأفكار من يكون في بيان بالتأكيد كان هالبيان هالرد هل يتم التجاوم لا يتم التفاق على أنه يتم التجاوم على الإعلام السيطرة للشيخ يعني الصحفي المعروف وهو رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد السعودي ومتحدث الرسمي في فترته الأخيرة شكرا جزيلا على هذه التوضيحات شكرا جزيلا للشيخ